قال مسؤولون محليون إن مفجراً انتحارياً استهدف حفل زفاف في إقليم أنكرهار بشرق أفغانستان يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة أربعين وقال عطاء الله خجياني وهو متحدث باسم حاكم الإقليم إن صبياً فجر ما يحمله من متفجرات داخل منزل قيادي في ميليشيا موالية للحكومة في ضحية باتشيرجام وأضف أنه جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى بينما قال سكان محليون إن عشرة أشخاص قتلوا